أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول ما حكم التعلم على يد الكافر في العلوم غير الشرعية وكيف يكون التعامل مع المعلمين الكفار فهل يجوز القيام له والتبسم له وحسن التعامل معه من الابتلاء والامتحان التعلم عند الكفار في أمور الدين هذا لا يجوز قطعا وأما في أمور الدنيا اكتساب الخبرات والمهارات والصناعات فإذا لم يوجد في المسلمين من يتعلم عليه هذه الأشياء والمسلمون بحاجة إلى هذه الخبرات أنا بأس أن يتعلم من الكفار لكن على أن يتمسك بدينه وعقيدته ولا يخضع للكفار أو يلين للكفار في أمور دينه نعم ترجمة نانسي قنقر